انطلقت اليوم المرحلة الثانية لتنصيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية والتي تستمر لمدة خمسة أيام تنتهي السبت القادم وذلك بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمي و 230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% أعلن وزير التعليم العالي أيمن عشور وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنصيق من شعبة علم علوم بكليات الطب البيطري والتمريد والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبي في كليات التربية تعليم ابتدائي وتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والأداب والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي وتربية الرياضية